هل يمكن حقا ترسيب معدن الفضة الثمين باستخدام فيتامين سي؟ المعروف كيميائيا بحمض الأسكوربيك نعم هذا ممكن فحمض الأسكوربيك يعتبر عاملا مختزلا متوسط القوة الاختزالية لكنها كافية للقيام بترسيب الفضة بينما كنت أعمل على ترسيب الفضة قررت أن أضع هذه الفكرة قيد التجربة استخدمت حمض الأسكوربيك والنتيجة كانت إيجابية كما شاهدنا ذلك لكن بعد هذه النتيجة انطلقت في البحث لأتأكد هل ما حصلنا عليه هو راسب الفضة النقي أم مجرد مركبات عضو معدنية معقدة؟ بحثت في العديد من الأوراق العلمية وركست على هذه المقالة البحثية التي أكدت صحة التجربة بوضوح المقالة توضح كيفية الحصول على مصحوق فضة فائق النعومة ألترافاين سيلفر باودر باستخدام حمض الأسكوربيك كعامل مختزل وتذكر تطبيقاته في صناعة الإلكترونيات الدقيقة مثل المكثفات الرقيقة متعددة الطبقات على العموم هذه هي المعادلة الكيميائية التي تصف التفاعل لترسيب الفضة باستخدام حمض الأسكوربيك وللعلم هناك العديد من المرسبات القوية للحصول على الفضة مثل Hydrazine Hydrate أو الفورمالدهيد والتي تعتبر من أقوى العوامل المختزلة المستخدمة ويوجد عوامل مختزلة متوسطة القوى Middle Reduction مثل حمض الأسكوربيك وهذا الذي قمنا بتجربته وكانت النتيجة إيجابية وفعلا ترسبت الفضة كما يمكن استخدام معادن أخرى أنشطة من الفضة مثل مصحوق الزينك أو النحاس أو أي معدن آخر يملك جهد اختزال قياسي أقل من الفضة ولكن ما يميز حمض الأسكوربيك الذي جربناه اليوم هو أنه فعال وآمن نسبيا وكما رأيتم النتيجة كانت رائعة والتفاعل يعمل بشكل أفضل بكثير مع ارتفاع قيمة الـ pH لذا ضبط الـ pH هو مفتاح الحصول على أفضل النتائج وأسرعها أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التجربة التي تظهر لنا جانبا من جمال الكيميا والاستفادة العملية عند الحاجة نراكم في فيديو آخر لنكتشف معا سحرا كيميائيا جديدا ونستفيد منه نستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر